بالنسبة للسنن القبلية والبعدية في الصلاوات لو أخرها الإنسان حتى خرج وقت الصلاة هل يشرع له قضاءها سواء كذلك لسبب مشروع أو نوع من التقصير أو الإهمال أو النسيان السنن الراتبة ينبغي على الإنسان أن يحافظ عليها قدر ما يستطيع ولو فاتت السنن القبلية فإنه يقضيها بعد الصلاة وكذلك السنن البعدية لو تساهل أو شغل لأي سبب من الأسباب بل ذهب جمع من العلماء إلى أن السنن الرواتب تقضى حتى في وقت النهي وقد روت إحدى أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر في بيتها وهي تعلم أنه بعد العصر وقت نهي فسألته عن ذلك فقال إنها راتبة الظهر شغلني عنها وفد عبد قيس لا شغلني عنها